مراسلي الرئاسة الامريكية اللي بيسافروا مع الرئيس دول بيطلعوا طيارة الرئيس على حساب الصحف او المحطات بتاعتهم وحتى الحاجات اللي بيشربوها على الطيارة بيحذبوا عليها قال يعني شايفين الامانة عشان نتكلم عن الدموقراطية عشان نتكلم عن الوعي اكتشفوا هما بيعودوا في المقصورة الخلفية تقريبا بيبقى فيه 13 صحفي على الطائرة الامريكية طائرة الرئيس هي Air Force One دول بقى بيعملوا ايه طلعوا بيسرقوا كل حاجة موجودة جواه مفارش معالق سككين أطباق الحاجات دي ممنوعة هما بيدوهم كيس بس فيه شوكولاتة وعليه توقيع الرئيس الامريكي دي وهم نزلين بقى بدأوا يخزنوا الحاجات ويحطوها في شناتهم وبيطلعوا مع الرئيس بقى مين هيفتش اللي مع الرئيس هيسرقوا قيمة الطائرة حادش يجي في باله دول عشرات عملوا كده ومش بس مع الرئيس ده حتى الرئيس السابق ده واحد من المرسلين دول دعا لحفل عشاء هو كان منظمه وقدم فيه الأكل على أطباق مذهبة تمت سرقتها من اير فورس وان دي تجمعت على مراحل بقى عنده كمية كبيرة رابطة مرسلة البيت الأبيض بعتت رسالة بالبريد الإلكتروني الشهر الماضي لأعضاءها فيها تحذير شديد ان احتفاظ الصحفيين بعناصر مفقودة من غرفة الصحافة كتذكرات اتشاف عاد ما عداش من غير ما يتاخد بالهم لا اتاخد بالهم مراسل واحد اللي استجاب وخاف وراح في لقاء سر بينه وبين مسؤول إعلاني رسمي في حديقة مقابل البيت الأبيض اعاد وسادة مطرزة كان خدها من الغرفة المخصصة للمرسلين السرقة في دموه الحمد لله ما عندناش حاجة زي كتنة